مرحباً واضح أنا اسم هاني جنيدي عندي 23 سنة من محافظة الشرعية أنا أول رسام في الوطن العربي رسم بالملح والرسم بالملح مش موجود أصلاً في الوطن العربي ما فيه غير تلاتة في العالم فنان توركي وفنان كرواتي وأنا الحمد لله أنا ابتديت رسم وأنا عندي حوالي 13 سنة كان رسمي زي أي حد شخبطة زي أي حد بشخبط كنت قاعد في يوم على مواقع التواصل أنا وصحبي كده كان بيدور في الصور ففي موقع نشر كان صورة بالملح لفنان كرواتي اسمه دينو الصحبي شافني ببص على الصور دي فقال لي أنت أكيد مش هتعرف تعمل حاجة زي كده قلت له وليه ما أعملش حاجة زي كده وأنا التحديت نفسي قلت لازم أطلع أجيب رسمة للفنان ده وأطلعها بأي نسبة تيجي بس المهم أحاول فيها نزلت الصورة دي كانت جابت أعلى تفاعل عندي على الفيس وحاجة غريبة جدا طبعا يعني فرحت جدا أنها عملت كده والرسمة بسيطة وما فيهاش أي شغلة أصلا تاني يوم كنت عملت رسمة لوم مكلسوم تالت يوم لعند الحليم رابع يوم كنت تحمست كنت كل المنازل صورة كانت بتجيب تفاعل أكتر وكلام أكتر من هنا بتدت فكرة الرسمة بالملح كنت دايما بتسئل أنا هعمل الرسمة كده وإزاي هعمل الرسمة وأبوازها تاني فكنت لازم أعرف فكرة للتثبيت كانت فكرة طبعا حاجة مستحيلة برضو والحمد لله بتدت دلوقتي أثبت رسماتي وأعلقها في مهارض وفي التتباع تمكن ترسم بأي حاجة قدامك أي حاجة تمكن تشكل بها رسمة مهما كانت هي إيه الكيس الملح إن أنا بجيبه كنت برسم بيه رسمة أو رسمتين فمتنين جنيه عملت رسمة بألف أو ألفين مش معاك إنك تصرف على حاجة زي الرسم وتجيب إلام وتجيب سكتشات وتجيب تمكن ترسم بأي حاجة قدامك موسيقى 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 اشتركوا في القناة